يشرفوني أن أستقبل اليوم في مقابلة خاصة على قناتكم ميدي أن تيفي مغربياً ذو سيط وشهرة عالميين نستقبل اليوم الدكتور منصف سلاوي الأستاذ والخبير في علم المناعة والمتخصص في علم الأحياء لقد تابع كل العالم مباشرةً من البيت الأبيض يوم الخامس عشر من شهر ماي مراسم تعيين الدكتور منصف سلاوي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً للفريق المكلف بجهود تطوير لقاح كورونا وارب سبيد في الولايات المتحدة لقد تم تكليفه بهذه المهمة الحساسة في أكثر البلدان تضرراً من هذا الوباء فأين نحن من عملية وارب سبيد وهل ينبغي أن نتوقع نهاية هذه الأزمة الصحية في القريب المنظورة؟ ينضم إلينا الآن البروفيسور منصف سلاوي مرحباً بكم وشكراً على تلبية الدعوة مرحباً وشكراً على الاستضافة لقد أعلنتم عن جاهزية اللقاح وهذا خبر صار ولكن يبدو أن العملية التي تسبق التصويق تستغرق وقتاً طويلاً ويبدو أن لجنة إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية قد تأخرت في الإعلان عن حيفيات هذا الخبر فهل نقترب من إطلاق عملية التطايم؟ لقد توصلنا بالفعل إلى نتيجة جيدة جداً بالنسبة للقاحين الذين عبر المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وأظهرت هذه المرحلة فعالية عالية جداً تبلغ حوالي 95% وفعالية 100% ضد الأمراض الخطيرة كما تأكدت الفعالية أيضاً لدى كبار السن خاصة الفئات الأكثر تضرراً من جراء هذا الوباء وقد مرت كل هذه الأمور وعيشناها بسرعة كبيرة اتتم اكتشاف الفيروس وتشخيصه في الثالث والعشرين من شهر يناير 2020 ونحن اليوم في بداية شهر دجمبر من السنة ذاتها أي فقط بعد مرور عشرة أشهر توصلنا لهذه النتائج حيث قامت إدارة الغداء والدواء وهي وكالة الأدوية الأمريكية الرسمية قامت بمراجعة بيانات التسجيل لخطتي اللقاحين وستتم الموافقة عليهما من لدنها بصفتها السلطة المختصة يوم الحادي عشر من دجمبر بالنسبة لفايزر ثم الثامن عشر من دجمبر بالنسبة لموديرنا وكما تعلمون أجازت بريطانيا عبر وكالة الأدوية البريطانية استخدام لقاح فيزر مؤخرا إذن حدث كل هذا في وقت قصير لكن إدارة الغداء والدواء الأمريكية تعمل وفق نهج محكم وأنا لا أقول هنا أن وكالة الأدوية البريطانية ليست كذلك ولكن عمل إدارة الغداء والدواء الأمريكية تخللته محادثات ومشاورات عامة مع لجان من الخبراء الذين قدموا وجهات نظر متعددة شكرا لك